فالطلاق أعلم أنه هو شريعة الله وأحيانا يكون رحمة وأحيانا يكون سعة وأحيانا يكون حلا لكن من المحال أن يكون الطلاق هو أول حل مباشرة أعطيكم الآن مثالا أيها الأحبة لو أن واحدا أصيب في أصبعه هكذا وذهب إلى الطبيب من أجل العلاج هل يقول عاقل أن يحكم الطبيب ببتري الذراعب الكلية من أجل هذا الجرح الصغير لا يقول بذلك عاقل أبدا لا يقول بذلك عاقل أبدا ولو أن واحدا أصيب في عينه هل يحكم الطبيب باقتلاع العين بالكلية لا يقول بذلك عاقل أبدا هكذا الطلاق آخر حل مباشرة أن نفكر في الطلاق وأن نفكر في الفراق لكن أن يكون الطلاق هو أول حل ما كان هذا من هديه صلوات الله وتسليماته عليه أنت ربما تحيا مع زوجة واحدة أو مع زوجتين رسول الله محمد كان يحيا مع 11 امرأة لك أن تتصور وكل امرأة لها رأيها ولها خصائصها ولها بيتها ولها مشاعرها وكل واحدة منهم لها في رسول الله حق هي زوجته ورغم ذلك انظر إلى حكمته وانظر إلى عقله الكبير هو الميزان الأكبر صلوات الله وتسليماته عليه ترجمة نانسي قنقر